السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا وسهلا بيكو شباب وبنات ثانوية عامة معكم السيواليد مصطفى وان شاء الله في الفيديو ده هنقدم مراجعة للوحدة الاولى منهج اولى ثانوي اللغة الفرنسية زي ما اتفقنا اننا في سلسلة شرح فرنسا وانلاين هنشرح من كتاب برافو وكتاب برافو مقدم كتابين الكتاب الاساسي هو كتاب شرح منهج ثالثة ثانوي والكتاب الاضافي منقسم الى جزئين الجزء الاول عبارة عن شرح قواعد اللغة بتاعت المناهج المناهج الثلاثة مجمعة وده ان شاء الله هنشرحها مع بعضها بشكل متسلسل الجزء الثاني اللي احنا هنبدأ بديه دلوقتي اللي هو دوزيان بختي غي فيزيون هو مراجعات مراجعات على بخوميغاني وعلى دوزياماني على السنة اولى وعلى سنة تانية هنبدأ ان شاء الله في الفيديو ده هنراجع شرح الوحدة الاولى منهج اولى لو فتحت الكتاب اللي معاك على صفحة اتنين وتمانين هتلاقي الكلام اللي انا بقرأه قدامك ده مراجعة على سنة اولى والوحدة الاولى دي كان فيها تلات دروس اساسيين والتلات دروس كان ليهم اهداف رئيسية فيهم مجموعة فوكابيولير هنقراها دلوقتي يريد نحفظها ونرجعها ونأكد على ان انت عارف كل كلمة فيها كويس ومش لازم نحفظ بالسبيلنج 100% المهمة تبقى عارف الكلمة معناها ايه ومذكر ولا مؤنس دي النقطة المهمة المهمة للغاية هقرأ دلوقتي كلمات الوحدة الاولى ويريد نركز ونفرق بين الكلمات الماسكولا والكلمات الفيميناء مسكولا يعني مذكر وفيميناء يعني مؤنف وضح دي مذكر ودي مؤنس وحكذا الكلام غي سيبر與هم في المشTER وسط يوم بحيس سيبر موجود okay وسيبر المم ours wkk فتر إبعيThي سيبر السيبر سيبر 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 une photo, une couleur, une adresse, des jumeaux, jumeaux تاو أم وكور des jumelles, des nouvelles, remercier, فعل, remercier, présenter, habiter, identifier, parler décrire, se présenter, s'appeler, beau, beaucoup, enchanté prendre congé 2 من أهم الكلمات أو الإexpressions التي ستقبلك أو التي يجب أن تتعرف معناها يستقزم بالإنصرف من يعني أن تنصرف مع أحد و يريد أن تنصرف منه أو تسيبه و تمشي Au revoir إلى اللقاء Salut, ciao الكلمات زي ما قلنا مهمة جدا وواضح الكلمات الماسكلة والكلمات الفيميناء نفرق في النطق و نفرق في الحروف المختلفة في الكتابة لأن دي حاجات هتفرق معك و أنت بتحل بعد كده Les adjectives des couleurs صفات الألوان أولاً لازم نبقى عارفين الألوان دي ليها أسماء و ليها صفات يعني تستخدم كأسماء يعني لما جول أحب الأحمر أحب الأزرق هنا كلمة الأحمر والأزرق دي تعتبر أسماء بالتالي الألوان كأسماء كلها ماسكولا كلها كلمات مذكر يعني كل الألوان اللي قدامي دي تاخد قدامها بتحتمل اللي اتنين تحتمل اللي اتنين عشان أقولها أو وتحتمل ل كده حالة استثنائية من غير ما ندخل في لي لجون الأصفر لبيج لمران لنوار لغري لبلو لفير لفيولي لبلان تمام؟ يبقى هنا الألوان كأسماء كلها مذكر تاخد له طيب الألوان كصفات لا كصفات بقى بتخضعك على إن بتاخدها على إنها صفة يعني أقول لك إيه الكتاب الأصفر الكراسة الزرقاء هنا اللون يعتبر كصفة بيتبع الاسم يعني لو الاسم مذكر بنجيب اللون مذكر لو الاسم مؤنس بنجيب اللون مؤنف لو الاسم جمع مذكر بنجيب اللون جمع مذكر لو الاسم جمع مؤنس بنجيب اللون جمع مؤنس كأنه اي صفة تانية تماما تمام نيجي هنا على جزئية الكاركتاغ السمات الشخصية ودي نقطة مهمة جدا وغاية في الاهمية لانها عبارة عن كل اللي قدامي ده في الجدول ده صفات او سمات يعني ايه صفات يعني بتتبع الموصوف لسه الاربع جمل اللي انا ايه لهم بتتغير على حسب الكلمة اللي بتوصفها سواء مذكر مفرد او مؤنف مفرد او جامع مذكر او جامع مؤنس طيب وهنا هندخل على القعدة بتاع التأنيف الصفة ودي هناخدها كمان شوية في الجزئية دي كل الصفات دي يجب ان تصبق بايه يجب ان تصبق بتصريف يكون يعني عايز اقول انا اكون خجول هو يكون اجتماعي هي تكون رومانسية نحن نكون كذا يبقى لازم تصريف خلاص يبقى هنعتبر ان قدام كل الصفات دي وهناخده حالا بعد ما نقلب الصفحة او في نفس الصفحة دي لو بصت تحت شوية ناخد بالنا كمان من الصفات اللي اخيرها او يعني اللي الصفات اللي فيها او اصلية سبتة فيها يعني ايه سبتة فيها زي تميد خجول سوسيابل اجتماعي سيرفيابل غامانتيك سانباتيك اللي اختصارها سانبا فانتاستيك رائع مضحك او غشيم او يعني حاجة كده ايه اللي هي بتضحك لو شفتها مانيفيك خيالي او رائع غيديكول وحاجة مثيرة للسخرية ولا ان انت تضحك عليها لو شفتها كل الصفات دي اخيرها او بما فيها سامباتيك اخيرها او وبالتالي الاختصار بتاعها مش هيتغير تمام يعني هنا سامبا ايو ما فيش في اخيرها او ولكن هي اختصار لكلمة سامباتيك بالتالي سامبا نفسها مش هتاخد اعلامة التأنيف او عند التأنيس او الصفات اللي اخيرها او هي مفتاح السر في كتير جدا من الاسئلة وهتعرفوا زي لما تحلوا ان شاء الله طب نجي على الصفات بقى التي تؤنف باضافة او اسمع صوتي لو حافظتها كده هتلاقي كل الدنيا سهلة معك لان الصفات مترتبة بشكل لذيذ ونهاية تقريبا شبه بعضا انترسان انترسانت سوريان سوريانت ايديو ايديوت گورمان گورماند باوار باوارد جينيال جينيال اردني اردني ديز اردني ديز اردني هنا الصفاتين دول اخرهم او بس ال او عليها اكسان عند التأنيف يضاف لها او تانية والصوت لا يتغير سيريو هنا حالة خاصة بقى تخبلك منها هنا اخرها اكس ال اكس تحاول الى اس او وهننطقها از سيريو سيريوز نيرو نيروز جونتي جونتي هنا جونتي جونتي دو دوس يبقى في جزئي التأنيف الصفات وانت في اولى ثانوي او في الوحدة الاولى اولى ثانوي عندك نص الصفات اخرهم او مش هيتغيروا النص التاني هنضف لهم او معانا اربع صفات هما اللي ليهم حالات خاصة في شكل تصرفه إلي بافاغ هو يكون رغاي او ثرثار يتحدث كثيرا طيب إلي جوغمان نهم او شرح سمة النهم او شرح النوع بيأكل كتير يبقى إل مانج بوكو بيأكل كتير طيب هنا خجول يعني ما بيتكلمش كتير اجتماعي يعني له اصدقاء كتير وصل الفكرة هنا بيقدم خدمات كتير يبقى رومانتيك يبقى بيتفرج على افلام رومانسية يبقى كل صفة من دي ممكن يكون لها توصيف تاني يجبها لك في المواقف مثلا او في الجمل الاختياري هيقول لك صديقي يكون بيعمل كزا كتير بيتكلم كتير يبقى هو يكون هتبقى انت فاهم بقى ايه الصفة اللي هتجيبها معا وهنشوف الكلام ده واحنا بنحل ان شاء الله هنتكلم بقى في النقاط المهمة جدا او العنوين الرئيسية او الاعمدة الرئيسية اللي المفروض انت تطلع بيها من الوحدة الاولى في اولى ثانوك النقطة الاولى هي التقديم سواء تقديم النفس او تقديم الاخرين وعند التقديم بنستخدم فعلين اساسيين الفعل الاول يسمى او يدعى فرب اتخ يكون فرب سابلى وده تصريف فرب سابلى في في زمن المدارع مريatto طبعا الفعل هنا اخر ار حزفنا ار وحطينا او اس او اس او انس او ز انت Silva دي نهيات المجموعة الاولى عادي جدا هنا الفعل اوله او اس اباستخف الأفعال اللي اولها اس اباستخف او اس او او زي ما نخذها بالتفصيلい؟ الله فيما بعد في تانية فانوي تحول مع الى وما تحول مع الى وبتفضل كما هي مع في في الجمع. بالاضافة الى ان حرف الواحد بيصبح مع اربع دمائر الفعل التاني هو فعل مهم للغاية وهتفضل تستخدمه طول ما انت عايش وتول ما انت بتدرس فرنسي وحتى لو ما درستش فرنسي ممكن يقابلك يوم الام معرد جنبك في الشارع يخبط في كتفك كده وانت هو ماشي. من افعال المجموعة التالتة اللي تصريفتها لها حالات خاصة او كل فعلي بتصرف بطريقته الخاصة من غير قاعدة فابتة بالتالي لازم يكون محفوظ. انا اكون. عايز اقدم نفسي هقول جو مابل حسام او جو سوي حسام او موا انا سي حسام. دول تالت طرق لتقديم النفس. النقطة التانية المهمة جدا لما نجي نتكلم عن العمر بنستخدم فرب افوار ودي نقطة مهمة جدا وللأسف ناس كبيرة بتغلط فيها. اللي ميجي يقول انا عندي كم سنة يقول ازا يخدها من الانجليش مثلا يقول انا اكون سبعتاشر سنة. لا بقول هنا بالفرنسي انا عندي. عندي اللي هو فعل افوار هو اهم اهم فعل في اللغة كلها. يعني اهم من ادخي كمان او بيتساوى مع ادخي في الاهمية. افوار هو فعل الملكية. فربته هاف يمتلك او عنده او لديه او بيجي مع اكسبريسيون كتير جدا زي ما هنشوف فيما بعد. افوار بتصرف جي. توا. الى. الى. نو زاون. انا عندي ستة عشر عاما. طريق الفعل التاني هو فرب ابيتي. ابيتي يسكن او يقيم. ابيتي اخر ار بالتالي هنشيل ار ونحط النهايات المحفوظة. وطبعا حرف الاش اللي في الاول ده لا ينطق. وبالتالي كأنه مش موجود. جابيت. توا بيت. اي لابيت. اي لابيت. نو زا بيتان. اي لزا بيت. اي لزا بيت. اي لزا بيت. بنستخدم فعلي هاسكن امتا? لما اجا اقول على محل ساكني. جابيت سانك ريو الناسر. لازم كل واحد من حضراتكم دلوقتي يكون حافظوا الجملة اللي في الصفحة اللي فاتت اللي هي جو مابل فلان او موا سي فلان اللي هو يتقديم اسمه او تعريف الاسم اسمك انت او انت وتقول عمرك جاي ساز او ديسات او ديزويتان عند ستاشر او سبعتاشر او تمنتاشر سنة وبعدين جابيت انا اسكن سانك ريو الناسر طبعا لوكاغ او الفيوم او مينيا او على حسب المحافظة اللي انت فيها. هنا يحب برضو اخر فبتصرف عادي جدا. بنشيل ونحط النهايات التقلة دي بتاعته. لازم تكون عارف الجملة دي احفظها زي اسمك. انا احبه وترجع الالوان اللي لسه الانها اللي فاتت وتقولها في جملة. كنا انت لما اقول لك قدم نفسك حالا واحنا قاعدين في اللحزة دي يكون اربع جمل محفوظين في دماغك. الجملة الاولى بتاعت الاسم. التانية بتاعته عمر. التالتة بتاعت السكن. الرابعة بتاعت اللون اللي تحب. خلاص دي اهم نقطة. ده موضوع اصلا السوجيه يجي يقول لك قدم نفسك او قدم صديقك. فيه الاربع عناصر دول ورق وقلم حالا وتكتبهم وتحفظهم. كلام منتهي يا شباب. لو عايزين نلتزم. انتفقنا في البداية الالتزام ونسمع الكلام. التزم وسمع الكلام هتحس بتطور كبير وراهيب في مستويك ان شاء الله. النقطة التانية هي اللي هي اساليب التقديم. انا علشان اقدم اي شخص من الناس اللي حوالي. يعني ايه اقدم شخص يعني انت ليك الناس المعارفك او الناس اللي حواليك متعددين. يعني كل واحد ليه اسم. سواء ولد او بنت. النقطة التانية صلتك به ايه? تعرفه منين? تعرفه ازاي? فهتلاقيه مسلا يما يكون زميلك في الفصل او زميلك في المدرسة او زميلك في التمرين او جارك في الحي. او صديقك عبر الانترنت. دول الاربع حالات اللي انت ممكن تكون تقدر توصف بيهم احد زملائك. تمام? ففي النقطة الاولى لما تيجي تعمل تقدم صديقك بتستخدم واحدة من الاربع حالات دول. يعني ما تقول سي سي وليد سي منا سي هيبة او سي سون لما تقدم اتنين سي الاولى دي عشان نفهمها هتلاقي ان السي ابوستخف اصلها سي او. سي او اللي هي بالانجليش ممكن نقول عليها ذيس او ذات او ايت او يعني تشير الى العاقل وغير العاقل هذا. وايه لسه الانها في اللي هو يكون از. اذا على بعضها يعني او 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 ايتيز تشير الى عاقل او غير عاقل. طيب ده الجمع بتاعها اللي هي هؤلاء يكونوا. بالتالي هيجي بعدها اسم جمع سواء جمع بقى عاقل او هنا طبعا عشان بقدم اشخاص هيكون جمع عاقل. لكن لو اشير الى اشياء هيبقى جمع غير عاقل. نخب بالنا ان في الحالتين دول جا فعل. هنا في في المفرد وهنا في في الجمع. اما كلمة وبتسويها كلمة ها هو وها هي. كلهما يعني ها هو يشير الى شيء. تشير لما هو قريب و تشير الى ما هو بعيد الى حد ما. لا يأتي بعدهم فعل بل يأتي بعدهم اسم على طول من غير اه فعال. مثال هنا هنقول سي نادية ها هي نادية سسان سامي اي سامير. وفواسي يأتي بعدها اسمه مفرد او جمع ولا يأتي بعدها اي فعل. ودو نقطة مهمة هتفرق قوي وإحنا بنحل التمارين وهفكركم. طيب بعد ما انت كده قدمت اسم الشخص ازاي بقى تعمل له او او تحديد هويته. والله ده يعني الامين النادية دي يا عام الحج. ثم اي اللي بقى عشان هي بنت. طب لو ولد هتبقى هنشيل دي ونحط مكانها او ووزين ووزع. غار وغارة. اه كامراد وكامراد. او سيبخ كوبين. الاربع كلمات يبقوا محفوظين في ذهنك صم. كوبين وكوبين. كامراد هي هيها كامراد. ووزين. غار غارة. الاخيرة اللي هي سيبخ كوبين وسيبخ كوبين. زميل عبر الانترنت او زميلة عبر الانترنت. تمام يا شباب? بعد كده لو قدمت اتنين هتبقى سيصان دي كوبين دو كلاس زملاء في الفصل. هنا سيلين ما معرفش هي تقرب له ايه. او ممكن نقول اسم الشخص باستخدام ذاهب ساتلي. او الايد سابل جون هو اسم جون انا كامارات دو كلاس. زميلون في الفصل. او باستخدام ذاهب وده مهم للغاية. ذاهب يعني يقدم. لقولت الفعل متصرف مع جو. جو. انا اقدمه. او مال مين دي اه باشا مين يقول لك. ته دي اسمها ضمير مفعول يعني هناك جملة اصلها انا اقدم ماري انا اقدم ماري لمن لك هنا ضمير مفعول بمعنى لك انت انا اقدم لك ماري وان بقى معرف ماري واقول زميلة في الفصل النقطة الرابعة المهمة تأنيث الاسماء ازاي تحول الاسم من المسكولال في ميناء ولو لحظته احنا بنقرأ الكلمات في الجدول اللي اللي فات كنت بأكد عليهم وعلى نطقهم يعني هتلاقي كلمة هتبقى يعني باضافة حرف للكلمة المذكر وتحويل الى طبعا طيب اخيرها تبقى الكلمة فضلت كما هي ولكن الاداة اتحولت هتتغير شوية وتبقى هنا دي المفروض انها مذكر نشيل الى دي كلمات بتتغير تماما بقى زي جرسون ولد الفيمنا بتاعها كلمة تانية خالص اب وام وطبعا كل ما بندرس كل ما الكلمات دي بتكتر وهنطبق عليها نفس القواعد اللي احنا بنقولها دي كده وصلنا لصفحة خمسة وتمانين والنقطة الرقم خمسة بتقول تأنيث الصفات الوصفية الصفات برضو وانا بقولها في الجدول السمات الشخصية اكدت واشرت الى الطرق التأنيث ايه هي طرق التأنيث او ايه قواعد التأنيث قاعدة الاساسية هي اضافة حرف او كان عندنا يجي تمن تسع صفات اخرهم مفيش او كنا بنضيف عليهم او وننطق الحرف الاخير اللي كان صامت او غير منطوق طيب الصفات المنتهية بتفضل كما هي زي اول سبع تمن تسع صفات قبلونا في الجدول نرجع صفحتين اللي ورا هنشوفهم مترتبين ورا بعض اسهل بكتير طيب لو الصفة اخرها ايه عليها اكسان بنزود عليها ايه تانية والصوت بتاعها ما بتغيرش الصفات اخرها اف الاف تحاول الى ودي هناخدها تاني او وصفتان عشر عشر سبورتيف وهناخدها في ثلات اسناء في الواحدة الاولى ان شاء الله الصفات الاخيرة ايه اللي هو ايه ايكس تلات حروف دول بنشيل الايكس ونحط مكانه اس ايه نيريه نيريهوز نيريه الذي متنيريز عصبي او متنيريز بسرعة اما صفات لها حالت خاصة او صفات شاذي عند التأنيس زي جونتي جونتي بنزود لها حرفينион بوتتحاول الى بل نوو تحاول الى نوفيل دو الرقيق او طيب او وديع تبقى دوس سوپير سوپير دي صفة خاصة لا تتغير ولا تتحول عند التأنيف وزي هزي كلمة سامبا سامبا ليختصار لكلمة سامباتيك برضو لا تتحول ولا تتغير النقطة السادسة تعبيرات التحية عايز تحيي حد التحيات بتفرق يا شباب بتحيي مين اولا بتحيي شخص اكبر منك او شخص بينك وبينه حاجز الاحترام يعني في بتتعامل معه بالشياكة او باحترام او بلغة رسمية بشكل فورمل يبقى هنا بتتكلم بكلمات زي bonjour او bonsoir bonjour monsieur bonjour madame bonjour mademoiselle monsieur madame mademoiselle سيدي سيدتي انيسة كده انت بتكلم ناس كبيرة عايز تتكلم ناس كبيرة وتقول لهم كيف حال حضرتك هتقول له comment allez vous comment حرف التى مش بتنتق اللي اولها حرف يبقى بالتالت تى اللي كانت صمتة بعدها اول كلمة بدأ بحرف هتخليني انطق التى وتبقى comment ta comment allez vous كيف حال حضرتك لكن ده طبعا دي تحية او سؤال كيف حالك للاحترام المهذب اما لو بتكلم مع اصدقائك فيبقى عندك كلمات زي salue كلمة salue دي بقى بتقولها الصبح وبالليل وبعد الظهر وانت بتقابله وانت بتسلم عليه وسايبه وماشي كل ده تمام طيب tu va bien tu va bien يعني انت تكون بخير you are fine ممكن اقول له كمان ça va انت كويس الدنيا تمام او comment ça va كيف الحال اللي فيها sa sa وتu va هنا الكلام اللي هو مش فائل اللي هو غير رسمي الكلام الودي بينك وبين اصدقائك وزمايلك والناس اللي في سنك واصحابك في الفصل خلاص او انت وانت والناسك في بيتك حتى بوباك وممتك اللي هو بتتكلمه بشكل الكلام بيكون غير رسمي لو تسألت اي سؤال من الاربعة دول كمان تاليو او سا va او كمان سا va او توا بيان الردود المتوقع على تحية ممكن تكون سا va بيان انا بخير très بيان بخير جدا او very good او سا va مرسي سا va مرسي تمام شكرا اي توا وانتا سا va super بيان super bien يعني super good يعني جيد للغاية سا va مال بصراحة وحش او لستو بخير الدنيا مش كويسة مال عكس بيان pas très mal not very good مش حلوة اوي طالما قال مش حلوة اوي دي يبقى دي طريقة شيك انه يقول انه هو وحش تمام كومسي كومسا كومسي كومسا دي اللي هي نص ونص شوية كده شوية كده بين بين يعني يعني الدنيا ماشي ايه عمزة عمزة المرجحة كده يوم تحت ويم فوق بوف دي لفزة بتقول يعني بوف زي اوف كده يعني تعبير عن الضيق والضجر او الاين الواحد ارفاني النقطة السبعة والمهمة جدا هي الارقام من صفر الخمسين وفي الوحدة الجاية هنكملهم لمية ان شاء الله الارقام مهمة جدا ومكملة معك لغير تلتة سنوي فلازم تكون عارف هم كويس عشان تعرفهم كويس واسمع نصيحة مدرسك او اخوك الكبير احفظ اول تسعتاشر رقم بس احفظهم كويس قوي وحطوهم في دماغك وبعد كده هتلاقي الارقام كلها ماشي قص ولزق فلما تعرف زيرو ان دو تروى كاتر سنك سيس ست ويت نوف ديس انز دوز تريز كتورز كانز سيز تقريبا انا عمل اتك على حرف على حد ما ودنك واجعتك فاركزوا بقى خلاص اللي هو في ده يبقى ده من حداشر لستاشر بعد كده بتاخدهم من هنا وتحط رقم عشرة وتحط بعديهم سبعة وتمانية وتسعة حافظت دول كويس جميل تعال واحفظ معي كلمة واحفظ معي احفظ معي احفظ معي عشرين تلاتين اربعين واحفظ معي كمان خمسين ادي اربع كلمة تحفظهم وهتقوم رصصهم كده بالطول زي ما هم ترصصين قدامك وتضيف بعديهم من ا الى نف من ا الى نف من ا الى نف حتى خمسين هتضيف بعدها من ا الى نف بس هنلاقيها ان شاء الله في الجدول تاني في الوحدة الجاية ان شاء الله هتلاقي الارقام وبرضو مش محتاج ان انا اقول لك شايف ا هي اللي وما تعال ا الى ا قبل اي ا ا ا ا ا ا ا ينا على اضفحا كلمة مرتبط ب شرط او بي نسامي خي دي Video الآن هم تروحا فهم صريعون 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 خلصنا الأرقام لخمسين خبت لك منهم كويس عشان تحتاجهم خبت لك أن الأرقام هنا فيها الز والأرقام هنا فيها أنت أنت عشان ناس كتير بتقع وتطلق بعض بين دول ودول النقطة التامنة بتكلم عن الانتروجات والاستفحام إيه الأسئلة المهمة اللي مرت علينا في الوحدة الأولى السؤال الأهم والرئيسي هو السؤال من؟ من هذا؟ كي كي يوصلها كويس أخيرها إي إي بالفرنسية واللي هي آي بالإنجليش بس هنطقها إي كي كي سا من شوية قلتلكوا السا اختصار لكلمتين أو مركبة من كلمتين لي السا ا اللي هو هذا وإيه لو إيز لو إيز يبقى هو من يكون هذا؟ كي سا هو هو السؤال كياس جبنا الفرب الأول وحطنا الشرطة وجبنا السا ابوستخوف رجعناها الأصلها اللي هي سا ا يبقى كياس ممكن نخليها باللهجة العامية قوي سا كي السؤال ده هو نفس السؤال بنفس المعنى بنفس التلات كلمات الفرق كله في التقديم والتأخير بتاعه طبعا التقديم والتأخير ده بيعتمد على مستوى اللغة لغة عام لغة فصحة ولا لغة آآ متوسطة أو لغة عامية أو درجة تمام؟ سا مونامي سا يعني هذا يكون خب لك أن بعد سا لازم يجي بعدها عاقل إنسان شخص طالما السؤال بمن لازم الإجابة إنسان أو عاقل أو شخص نقطة مهمة ونركز فيها عشان نحتاجها بعدين كومون أداة الاستفهام كومون اللي بتساوي بالإنجليش هاو ليها استخدامات كتير معناها هاو في ذاتها كده لكن ليها استخدامات تانية حوالي أربع أو خمس استخدامات الاستخدام الأول تسأل عن الاسم كومون إيل سابل وكومون تي تابل وكومون أيل سابل كيف أنت تسمى وهو يسمى وهي تسمى هنا سألت بإيل لازم الإجابة تبقى بإيل هو اسمه وطالما إيل لازم يكون اسمه ولد مش اسمه بنته بتستخدم كمان للسؤال عن الحال خدنا في الأربع السئلة اللي فاتوا كان كومون تالي فو كومون سا فا و كومون فا تي أو تي فا كومون تمام أو تي فا بيان هنا كومون سا فا كيف الحال سا فا بيان وبتسأل عن السمات الشخصية وده بقى معنى جديد ومعنى مهم جدا لو لقيت في الجملة أي سمى شخصية أو أي وصف سواء عاقل أو غير عاقل لو بتوصف مثلا الكوباية تقول كوباية خضرة بتوصف الجدار تقول الجدار أحمر أو الجدار طويل طالما فيه صفة آآ لو مثلا بتتكلم عن آآ إنسان الإنسان طويل واحد رفع رتخين والتاني رفع أي تسأل عن الصفة دي بكلمة كومون كومون تسأل عن الصفة أو عن الوصف كومون إلي كيف هو يكون إلي تميد هو خجول بعد كده أداتي الاستفهام أو صفتي الاستفهام كال وكل شايفينهم نفس الصوت دي بقى اللي واحدة وديت فيها الدوزل طبعا دي بيجي بعدها كلمة مذكر ودي بيجي بعدها كلمة مؤنف أو بتسأل عن اسم تمييزي هنا كالاج ما عمر دا لو هات ترجم حرفيا ما العمر تُو آآ إنت عندك دا فارب أفوار مع تُو ما العمر اللي انت عندك بقوم آيل أنا عندي كم سنة جاي سيزان عندي ستاشر سنة طيب كال في الشكل المؤنف يجي بعدها كلمة مؤنف زي كولور كال كولور تُو ام ما اللون الذي أنت تحب جامل روج يبقى دا الاستخدام الأول أدت صفتي الاستفهام كال وكال ينفع يجي بعديهم على طول الاسم يعني يجي بعديها لازق فيها اسم مفرد مذكر أو اسم مفرد مؤنس زي المثالين اللي قلناهم دول ينفع يجي بعديهم ايه تاني ينفع يجي بعديهم فارب اتر وفق طالما هم كال مفرد لازم فارب اتر يجي هنا في المفرد اللي هو هيكون است كالي كالي ماذا يكون اللي هو بالانجليش what is what is ايه يجي بعديها الكلمة اللي انت بتسأل عليها مثال كالي ما هو او ماذا يكون لنو الاسم كلمة لنو اسم مفرد مذكر بالتالي كال مفرد مذكر كالي لنو دو تان بروفسور ما هو اسم مدرسك صنو ايه بير اسمه يكون بير كالي what is ما هو الادرس كلمة ادرس يعني عنوان وهي كلمة مؤنف دو مونا ما هو عنوان مونا مونا ابيت مونا تعيش او تسكن تخوى غيو دولاجا تلاتة شارع المحط ناخد بالنا من شكل العنوان علشان خاطر ايه نقدر نكتب عنواننا بنفس الطريقة دي صفحة سبعة وتمانين وصلنا لادات الاستفهام الرابعة اللي هي او واخد بالك ان ادوات الاستفهام لو حفظت معناها هتفرق معك جدا 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 في حل الايميل وهتفضل معكملة معاك لتالتة فيعني ادوات الاستفهام والصفات والكلمات كل المنهج مترتب على بعضه لو فهمته هضمته في الاول هتلاقي نفسك مستريح جدا وانت ماشي بعدين و اينا where تسأل عن المكان مش محتاجها فازلك ولا كلام كتير و اينا tu habite انت تسكن je habite trois غيو دولاجا اسكن تلاتة شارع المحطة وندخل في المواقف المواقف الاساسية اللي وردت عليك في الواحدة دي هقولها تدريجيا وطبعا اللي انا هقوله ده احنا قلناه بالفعل او قلناه في الشرح السابق الشرح اللي فات اللي انا قلته في نفس الفيديو ده بس قبل كده من اجل ان تحيي وتسأل عن الاسم هنا تحيي دومون دي تسأل عن الاسم بتاع جارك وانت في الثلاثة بيكلمك دايما بالفو يعني هتلاقي المواقف كلها بتتعامل معاك باحترام على انك شخص كبير وبيعاملك بالفو عشان تسأل عن عشان تحيي وتسأل عن اسم جارك فو ديت انت تقول هحيي وقول له سالي كمان تتابل او اقول له بونجور كال اي طنو كال بقلي واحدة اش معنى علشان بسأل عن كلمة نو اللي هي كلمة مذكر ما اسمك فو دومون دي انت بتسأل اقان كما غد دو كلاس احد زملائك في الفصل صنو عن اسمه إيل دي هو هيقول وهنا لازم نتعلم نقرأ الجملة من اولها ومن وسطها ومن اخرها تشوف مين اللي بيتكلم وبيسأل او بيطلب ايه وفي الاخر مين اللي هيقول خلاص او لك انت بتسأل زملائك عن اسمه هو هيقول ايه هو هيقول اسمه هو هيرد على سؤالي جو مابل غامي او جسوي رامي او مواء سي غامي فو دومون دي افوتر كامراد بتسأل زملائك سو ندرس عن عنوانه انت تقول انا اللي باسأل وبانا هقول هقول السؤال اللي هو او تيابيت اين تسكن او كال اي تون ادرس نخبلنا اني ادرس مؤنفة بالتالي كال جات مؤنفة فو دومون دي افوت خاميسة كولور بخيفاري بتسأل صاحبك عن لونه المفضل فو ديت انت تقول انت اللي بتسأل انت هتقول ايه كال كولور تيام كلمة كولور مؤنف جبنا كال فيها تنين قل ونركض عشان ديها تلاقيها مالية التدريبات والتمرينات كال ايه تاكولور بخيفاري هنا جاب كل وبعدها فرب اتر وبعدين الاسم هنا جاب كل وبعدها الاسم وبعدها فاعل وفعل والسؤالين طبعا بنفس المعنى هنا اي لون انت تحب هنا ما يكون لونك المفضل فو دومون دي افوت خو كوبان سو ناج عشان تسأل زميلك عن عمره فو ديت انت تقول تسأل عن العمر انت هتقول السؤال كال ااج اتو او كال اج تيا كم عمر انت عندك ممكن تلاقي دي الاول او دي بعديها او مبدلين مع بعض او جاي كده انت عندك كم سنة صديقك من اهم الافعال اللي هتشوفها وتقابلك في ثلاثة سنوية يستعلم طالما فيها هنا الاس دي تعرف ان هو يستعلم او يستفهم او يطلب معلومة او يسأل عن معلومة يبقى صاحبك بيستعلم عن عمرك انت تقول هو اللي بيسأل يبقى انت هتقول ايه هقول عمري جاي سيزون موا جاي سيزون مهم للغاية انت تقدم تقدم مين نفسك هناخد دي بالتفصيل فيما بعد لما ناخد الافعال ذات الضميرين انت تقدم نفسك او كامرات لأصدقائك في الفصل يقول انت تقول هقول جو مابل سامي او موا سي سامي يبقى انت تقدم زميل والد ربيلك يقول انت تقول سي تومان هاذا تومان زميل في البسكت جو موا سيزون موا تقدم لكم من قبيل توما زميل في توما ثم يتقدمون اللي بس قريباً او تستعلمون او تستفهمون او تسألون عن السمال الشخصيا للشخص ودتم تقول ايه هسأل بي كاماً ايه كيف هو يكون كال إلو كاركتير دي تون كو Broken هنا بسأل عن كل مشهار او الموذكر فاقبت لها كال الموذكر ما هي سمة زميلك Vous parlez du charactère de votre copain Vous dites أنت تتكلم أنت بتتحدث عن سمة زميلك أنت تقول Mon copain de ténis est timide هو يكون un chagool Il est ordonné هو مرتب et passion وصبور أما عن الإيميل فمش هيخرج كتير عن كل اللي أنا قلته ده تحية هنزلها زي ما هي كمان سابل ton copain زميلك اسمه إيه هنزل كل اللي في السؤال ده في الإجابة المفروض يعني لأنه أنا عايز أكتب ومش عايز أتعب دماغي ton copain هنزلها في الأول mon copain وسابل هنزلها زي ما هي وأقول اسمه بس أخبر بلن يكون اسمه ولد quel âge ila كم عمره ila زي ما هي كده هقوم منزلها ila وأقول أي رقم وعمر أو سنة كلمة ans سنوات comment il est هنزل ila زي ما هي ila هو يكون وأقول أي صفة مذكر أي صفة أنت حافظة تمام أما بالنسبة للموضوع الرئيسي هو حاجة من اتنين يا إما قدم نفسك يا إما حد قدم حد من أصدقائك فلو قال لك present tv قدم نفسك لزملائك في الفصل واستخدم ويستحسن أو يفضل بالنسبة تسعة وتسعين وتسعة من عشرة إنك تستخدم الكلمات المعطاة أو تتكلم حولها يعني لو قال لك كلمة مش حرفيا لازم تستخدم ممكن تستخدمه زي ما هو وتصرفه أو تعقدم اسمك باستخدام طريقة تانية يعني هنا ممكن يقول أو يقول عند 16 سنة ساكن في الأقصر بحب لون الأحمر وهنا نخبرنا من لا أحب الموسيقى ودول الجمل اللي أنا قلتلك أحفظوهم في الأول خالص طيب تتكلم عن زميلك في الفصل واستخدم وكلمة أو صفة وكلمة أصدقاء زميلي في الفصل اسم يوسف إلا سيزان عنده 16 سنة إل مانج بوكو بياكل كثير بالتالي إلي جوغمو هو شريح أو ناهم إلا بوكو دامي هو عنده أصدقاء كثيرون بالتالي إلي سوسيابل هو شخص اجتماعي هنا اتكلمت عن زميلي اسمه وعمره وصفاته الجزء اللي بعد كده هتكون تدريبات متنوعة ودي من يوم هتستلم من الفيديو وتشوفه هيبقى معك تقريبا يومين أو ثلاثة عبال منزل الفيديو بتاع حل التدريبات الواجب بتاعك انك تلتزم تذاكر الوحدة كويس جدا بتركيزه باهتمام زي ما أنا قلتها كده وممكن تشوف الفيديو مرة مرتين ثلاث مرات تصدقني كتر المشاهدة وكتر الاستماع هتفرق معك جدا وفي الفهم وفي الاستعاب وحتى في النطق وفي الكتابة وبعدين ان شاء الله نلتقى في الفيديو الجاي عشان نحل مع بعض التدريبات المتنوعة على الوحدة الاولى آآ كمراجعة على اولى سنة تمام شكرا يا شباب وانتظرون ان شاء الله في الفيديو ده